منتدى الشباب العالم احتفى بمبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصفها المنتدى بالمشروع الأكبر اللي بيتماشى مع أهداف التنمية المستدامة اللي حددتها الأمم المتحدة الاحتفاء تضمن استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعدها وأهدافها والإنجازات اللي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى الآن في قرى ومراكز المبادرة نشر المنتدى كمان على صفحته الرسمية على الفيسبوك منشور بيؤكد أن المبادرة دي بتساعد المواطنين في جميع أنحاء مصر أن هم يكونوا في ظروف معيشية أفضل يعني طبعا منتدى الشباب العالم كان بيدم شباب من جميع دول العالم عشان يقرب الثقافات من بعض فإن الشباب دول يعني يدعموا ويشيدوا بحياة كريمة دي حاجة كبيرة جدا بالذات لما تيجي من جنسيات مختلفة كمان أنا فكرة كمان أثناء حضورنا للمؤتمرات دي أو المنتدى الشباب العالم كنا دايما بنشوف أن الشباب اللي موجودين واللي جايين من بره هم صفرة لينا في دولهم لكن النهاردة اللي هم يتكلموا ويكون فيه كلام على مبادرة بحجم مبادرة حياة كريمة وخلي بالك اللي أنت تعملي حاجة أو تطوري من حاجة موجودة بالفعل هو ده الأزعب اللي أنت تعملي مدينة جديدة في صحرة أسهل مليون مرة من اللي أنت تطوري ففكرة مبادرة عندك بيتم فيها توافر 17 بند أو شرط من شروط الأمم المتحدة في التنمية المستدامة أو خطة التنمية المستدامة 20-30 ده بيأكد أن المبادرة دي بتحقق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية لكل المواطنين ترجمة نانسي قنقر